اشتركوا في القناة 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 وتعود جمهور النادي بطولة الكاس إن شاء الله المطلوب من الفرقة ايه النهاردة كابتن؟ بحكم ان حداك كنت يعني كابتن الفريق من يوم الأيام وكنت شاهد على عصر زهبي للفريق القرى الطائرة الرجال والله أولا حاجة أكتر حاجة مطلوبة من الفرقة دلوقتي التركيز في الأوقات الصعبة يعني احنا دايماً الأخر الكم مطشي دولة ثلاث ماشيات الأخرين في نقطة بتبقى فاصلة في آخر الأشواط بيفقدوا فيها التركيز يعني ممكن ده أهم نقطة لو ركزنا فيها فإن كل ما السكور قريب التركيز لازم يزيد من اللعيبة فإن شاء الله ربنا أيكم يقدروا يحققوا ده النهاردة ويركزوا بشكل أفضل متفاعل يا كابتن؟ إن شاء الله إن شاء الله كابتن أوف رأيك ايه؟ طبعاً احنا كلنا كل يعني قصة الكرة الطائرة في النادي الأهلي أكيد احنا يعني مش مبسوطين نفسنا يعني إن احنا فعلاً فرقة تكون فرقتنا مش بتقدم يعني أنا بقول 50% مستوها في شدة باينة جداً في المباريات شدة وضغطة عصاب محتاج هنا تدخل بقى من اللعيبة الكبيرة في فرقة من بس ده جاء فجأة كابتن يعني قابلنا زمالك خمس لقاءات وراء بعد هذا الموسم وفوزنا وفوزنا مرتاح جداً الشدة والهزة دي جاءت فجأة طبعاً هو يمكن أنا برجع كل ده مثلاً للمباراة الأولى في الدوري مباراة المطش الأولاني في الدوري مع الأسف يعني كان فيه إحساس بأن احنا السنادي اللي هو الخمس مطشط اللي حضرك بتتكلم عليهم اللي كانوا في أول الموسم دول قدوا إحساس خاطئ لنا وللفرقة والناس كتيرة جداً متابعين الكرة الطائرة إنه ما فيش منافسة السنادي النادي الأهلي هتسح كل البطولات ده طبعاً كان صدمة للفرقة أن هم مجون في أول مباراة لو منافس تقليدي بتاعك عمره ما هيستسلم عمره وهي نفس لآخر لحظة المطش الأولاني تقلب علينا ودخل الزمالك في أول مباراة وكسب المباراة الثانية حصل فيها برضو يعني سيناريو كان درامي جداً نحن كتير جداً كنا متقدم في المطش وبتعدينا الأهلي رجع للمطش وإنه خلاص كسبنا المباراة وهنروح للمباراة فيصل بالضبط ولكن لم يحدث هذا فطبعاً ده ده سبب طبعاً ضغط كبير جداً على الفرقة الفرقة مباراة فنياً اتحسنت عن مباراتين الدوري أنا شايف كده يعني في تحسن بسيط عن مباراتين الدوري بالضبط في بعض اللجوه الجديدة في بعض اللجوه الجديدة بتحاول بتحاول تثبت نفسها دي حاجة مهمة جداً في الوقت ده اللعيد بيقى برضو محتاج أنه يزبط نفسه محتاج عناصر جديدة في الفرقة بتدي روح ولكن برضو زي ما عبداللاطيف قال الضغط الكبير اللي على الفرقة دلوقتي معها لأسف المبارات مبارح برضو في الأوقات اللي هي الكريتيكال بوينت من اللي عليها اللي هي الأوقات الحاسمة جداً في المباراة في ضغوط جمدة على الفرقة مع أول غلطة بيبتدي الأخطاء تتكرروا كده فإحنا محتاجين أهم حاجة أهم حاجة دلوقتي إحنا الفولي بتده يتحسن الدنيا الحمد لله الفرقة بتده ترجع لجزء المستوهم برح محتاجين الهدوء محتاجين ما نستعجلش المكسب محتاجين إن إحنا يعني في الأوقات الحاسمة إن إحنا يبقى فيه سيطرة شوية على الأعصاب سيطرة على البواجع عام على روح الفرقة ولازم الفرقة تبقى المنبارات دي محتاجة روح محتاجة تلاحم بتاع الفريق عشان نقدر نعدي الفترة الصعبة دي إحنا لو كسبنا النهاردة إن شاء الله بنسبة كبيرة هنقدر نكسب بكرة الفرقة تستعيد جزء المستوها هي محتاجة بس إن شاء الله النهاردة شوية هدوء إن شاء الله نعالج الأخطاء اللي حصلت مبارح أكيد برضو الجزء الفني ما ينفعش نغفله كان في بعض الأخطاء بس لازم تتعالج لكن يعني الوضع أحسن من المطشط الكاف إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن إن شاء الله كابت الرؤوف وزي ما معدنا حضراتكم على القدر لإستطاعة بنكون مع نجومنا وأبطاننا في كل مكان طبعا فريق كرة السلة بيخود هذه الأيام منافسات البسكتبول أفريكا اللي يجي أو بطولة أفريكا لكرة السلة برعاية الام بي اي كاميرا الأبطال كانت موجودة مع أبطاننا عملنا بعض اللقاءات أتفرج عليها مع حضراتكم من الجلوب عبدية المباراة طبعا البداية هطول بتبقى صعبة مش متمرين مع بعض كتير أنا كمان متمرينش محترفين غير تمرينة واحدة وتمرينتين هم لسا متمرينش مع بعض كفامل عم نشأ الماتشات ودية بتلاتة محترفين الكيمستر لسا مش أسن حاجة بس هم الحمد لله يعني أغلبية الناس ظهرت فردين بشكل كويس ماتش بماتش و هنتحسن أكتر كويسا نحن عندنا يومين أجازة بين الماتشوات نقدر نزوت فيهم من الانسجام وتمر مع بعض أكتر إن شاء الله نظر منظر كويس هم مستوى مهائل هم لعيبة كبيرة جدا هم سعنا فيه مسافات الكوري كان خصم صعبة أدري أهل جنوب السودان لكاسة عالم ولعيب كبير جدا يمكن لسا بس نحن مش عفين نلعب مع بعض كيمستري هنتحسن واحدة بواحدة اللي ما تمرر مع بعض أكتر وماتش بماتش إن شاء الله مستهى يكون أحسن بكتير إن شاء الله دلوقتي احنا خلاصنا أول ماتش تركزنا كله على ماتش بطل أغاندا دوهم محترفين أقوية وهم فرقة كويسة تركزنا كله مش بنفكر بعيد تركزنا كله على ماتش الجاي احنا بدنا عقول البطولة كورش أغسطي يعني خلاص من أول تمرين هفصل المكسب الكاس من دلوقتي بنفكر إن شاء الله عايزين نطلع من هنا أول مجموعة وعي كان خلش فينر الدول إن شاء الله جاهزين ومنزل كويس كانت مباراة وفوزا جيدا كنا قليلا صعودا وهبوطا أخذنا تقدما جيدا وسمحنا لهم بالعودة مرة أخرى إلى اللعبة مرات عديدة قبل ذهاب إلى هذه البطولة نحتاج إلى التحسن والبقاء مع الصدارة واللعب بقوة على طول الطريق لكن هذه كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا إنه فريق رائع وأنا على دراية بالفريق لأنني لعبت في مصر الموسم الماضي مع النادي الاتحاد لذا أعرف اللعبين أنا ممتن لوجودي هنا والانضمام إلى الفريق واللعب مع أفضل فريق في مصر ونأمل أن نقاتل من أجل البطولة إن جميع اللعبين يقومون بعمل جيد التحضير كان جيدا المدرب أغاستي هو مدرب رائع لديه الكثير من الخبرات التي كان يدربها حول العالم لقد أعددنا جيدا ولدينا بعض الممارسات الجيدة أنا ونوني أتينا من أماكن أخرى ونهضنا للإسراع مع لعبين وكل شيء كان سريعا لذلك نحن نسير بشكل جيد أنا ممتن لأنني ألعب في هذه البطولة قادما على طول الطريق من نيوزيلندا هي تجربة جديدة بالنسبة لي لدي مسيرة مهنية طويلة 15 عاما على ما أعتقد لذا ألعب في بطولة مثل هذه لم أفعل شيئا كهذا من قبل لذا فهي كذلك تجربة رائعة كل التوفيق طبعا للمستر أجوستي بوش والرجال جهاز فني ولعبين أكيد بطولة صعبة ست فرقة أهل منهم أربعة للنهايات في رواندا بالمناسبة مباراة رواندا تقدمت يوم واحد بدل يوم واحد وعشرين مايو هتبقى إن شاء الله يوم عشرين مايو وإذا ما قلت لحضراتكم دي هتبقى ضغطة مباراة هيبقى الفترة البينية أو المسافة البينية بين الخمس مباراة اللي هتلعبوا للبيستوف فايف مع النادي الاتحاد سكندالي نهاي الدوري هيبقى مباراة وراء بعد هيبقى الفترة البينية بعد البستوف فايف فتبقى فترة قليلة جدا أنت تروح تشارك في أول مباراة فتصور إن قد يكون هناك جديد لو النادي الأهلي طلب لأن أكيد الفترة البينية ديئة جدا طبعا أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي في كل منافسات وإن شاء الله شهر مايو شهر مليء بالبطولات سواء اليد أو الطائرة أو السلة كل التوفيق لفرقنا في هذا الشهر المليء بالمنافسات أرجع لضيوفي كابتن محمود يمكن إمباراة أكيد كان دي لقطات معلش دي لتهالي لقطات اللي إحنا جايبينها من الأرض الملعب لو نرجعها تاني يعني شاكر برضو السادة المشاهدين يكونوا معنا كابتن محمود مباراة إمباراة إمباراة دايما الإرسال هو كلمة السر الإرسال هو اللي بيزبط التيمبو إمباراة إحنا نجحنا لأول مرة من الفترة نشوف في إيس بيجي في مباراة خمس نقاط كان كابتن رحمة زكريا عامل سكاوتنج أثناء المباراة كان فيه خمس نقاط جم مباشرة من الإيس ودي نقطة مباشرة من الإرسال مكناش بنشوفها قبل كده ولكن قصاد كده كان فيه 17 خطأ من السيرفات قصاد الخامسة دول تتبقى النسبة حتى الآن نسبة ضعيفة تتبقى النسبة محتاجة أعلى الإرسال ما زال عندنا فيه هزة كبيرة جدا السبب إيه يا كابتن؟ والله فعلا الإرسال مباراة حتحسن شوية ولكن مشكلة دلوقتي أنت العناصر اللي هي الجديدة اللي في الفرقة النسبة للمخاطرة في الإرسال مش معدارش نواي خاطر يعني مثلا عسران بالنسبة للمحسن بالنسبة فيه كذا عنصر طبعا دخلوا للتشكيل الأساسي دلوقتي قريب أنا تباعت الماتش مباراة العيبة طبعا الجديدة مش بتخاطر أوفذ الإرسال فأنت يتبقى عندك دلوقتي بقى اللي بيخاطر في السيرف في الملعب صلاح وعبدالله عبد الرحمن كذلك ممكن محسني خاطر شوية عشان عنده خبرات بالزبط كده بس اللعيبة الزغيرة ما خطروش بالإرسال بالزبط فأنت الست لعيبة عندك مثلا لعبين هما اللي بيضاروا يلعبوا برسك في السيرف الأربع لعبة الثانيين معظم الوقت بيبقوا هدفهم الأكتر لهم يوصلوا السيرف أو يوجهوا على اللعيب معين بس مرضو أرجع للنقطة دي بقى أخذ من الحضرتك وأسأل كابتن عب لطيف حاجة شفت المبارح كثير من الجماهير بتتساءل أنا هلعب سيرف موجه طيب أنا مش عايز رسك بودي لردالي بودي لليبرو بتاع نات زملك لي تمواجهه على الطرفين عشان يعني الناس بتتساءل ليه كل سيرفاتنا بنسبة كبيرة كترح على الليبرو طيب ما هو دي شغلته ما هو ده النقطة اللي قنا نريسا نتكلم فيها ورعوف بيتكلم فيها اللعيب لما عندهش ثقة كبيرة جدا أنه يعمل رسك في الإرسال فهو ممكن يبقى اللعيب اللي في الطرف ده وبالنسبة له شايفه أنه هو في مكان صعب شوية عليه فبيحاول يعدي الإرسال وما غلطش على النقطة اللي بالنسبة لي أكتر اللي هي السبعتاشر إرسال أو سبعتاشر خطأ شخص في الإرسال احنا كان فيه وقت كتير كنت أنا حتى قاعد أنا رعوف في الماتش فيه وقت كبير كنا محتاجين نعدي الإرسال دلوقتي مش نجيب نقطة كنا محتاجين لأن كان فيه مشكلة في الزمالك فبقا وقت في التخليص القورة أو في الهجوم في السايد أوت فكان لازم أنت في الوقت ده تعدي السيرف وتبدأ تاخد نقطة على التانية كنا بنروح في الوقت الغلط نعمل رسك مرابا ملحوظة مهمة جدا الموضوع الرسك ده دايما بيبقى محسوب يعني نقل لحد النقطة 8 ليه حزبة ولحد النقطة 16 ليه حزبة ودلوقتي الفرقة اللي قدامي مثلا الستيكس بتاع الداتا فولي بيقول لي دلوقتي أن الفرقة اللي قدامي سايد أوت عندها وحش فأنا محتاج أن أنا أرى بالسيرف واخد بلوك وأبدأ أخذ بلوك وعمل ترانزيشن ده ما كانش بيحصل أحييك عن ملاحظة دي يا كابتن أحييك عن ملاحظة دي فعلا لأن يمكن حتة مظبوطة أن أنا فيه أوقات مش محتاج الرسك محتاج للسير يعد في الوقت فيه أوقات محتاج فيها الرسك هزاب الشديد خلينا نروح لأرض الملعب الصالة اتحاد الشرطة الرياضي ومرسلنا العزيز محمد توفيق عشان كالعادة ينقل لنا الأجواء وكل ما هو جديد قبل المباراة فضالة محمد سيئة الخير كابتن هايسة متحات الحدق وديوفها الكرام كابتن محمود رعوف كابتن عبداللطيفة عثمان وكل مشاهدة قناة الهدفة في كل مكان تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الستوديو التحليلي أو استوديو الأبطال ومباراة الأهل والزمالك مباراة النهاية لبطولة كأس مصر جيم تو والمباراة التانية كانوا طبعا المباراة الأولى انتهت بالأمس بهزيمة النادي الأهل الثلاثة اثنين يمكن في آخر نقاط المباراة وجدل تحكيم كبير جدا على كل حداتكم اتكلمتوا عنه في الستوديو واتتكلموا كمان عنه بشكل مستفيد الأجواء حاليا تدخل الصد يعني أو صالد استحال الشرطة الرياضية أكثر من رأي يمكن في هذه اللحظات الإحمايات الأخيرة للاعاب الفريقين من خلفنا عطول كابتن هايسة مع كل حداتك شايفة وامتباحها معانا سواء لفريق النادي الأهلي أو كمان لفريق الزمالك يمكن سبقت المباراة مباراة تحديد المركز الثالث والرابعة وكانت جيم تو برضو والانتهت بفوز بتروجيت 3-0 وده يمكن فعل خير بإذن الله ده يتقرر في مباراة المركز الأول والتاني والنادي الأهلي يقدر يحسم المباراة النهاردة ونلجأ للمباراة الثالثة أو جيم سري وتكون بيوم الحد بإذن الله وإن شاء الله يعني يؤجل الحسم ليه ما هو يعني يقادم فيه يوم الحد بإذن الله ويكون الكأس من نصيب النادي الأهلي يمكن تقم التحكيم مستمر في هذه المباراة ويتقم الإماراتي الشقيق ممكن كانت حامد الروسي وكمان محمد الدولة ولكن النهاردة يعني هيتبادله أما كانوا ما كابتن هايسة ولكن هو نفس تقم التحكيم مستمر في تحكيم اللقاء أو جيم توما بين الأهلي والزمالك زي ما قلت له خلاص ده عحضات قليلة وتبدأ المباراة إن شاء الله يكون التوفيق مع النادي الأهلي ممكن شوفنا بادل لك كبير جدا نمبرح في كثير من أوقات المباراة إن شاء الله النهاردة التوفيق يكون مع النادي الأهلي ويقدر أحسم المباراة مبكرا بإذن الله ونلجأ لمباراة الحسم إن شاء الله يوم الأحد القادم كمان يعني في نهاية كلامة عاوز أبارك لكل جمهور النادي الأهلي على فوز يعني سيدات أو أنسات فريق اليد النهاردة وفوزهم على فريق الشمس 29-26 وإن شاء الله النادي الأهلي يتوق غدا بإذن الله والفوز على سبورتنج ويضيف بطولة جديدة لبطولات النادي الأهلي وكمان بإذن الله فريق الطائرة النهاردة يكون خادر على العودة وتأكيد جدرته وبإذن الله يكون الفائز في مباراة اليوم وإن شاء الله نحسن ما يوم الحد دي كل أجواء هنا من صارة اتحاد الشروط لكابتن هيسم كما حداك تفضل محمد بشكرك شكرا جزيرة أنا وكل التوفيق أكيد لفريقنا النهاردة وأكيد منضم صوتنا لصوتك وبنبارك لفريق السيدات وننتظر بكرة لقب جديد في دولاب أو دولاب بطولات النادي الأهلي بشكرك محمد وإن شاء الله نرجع لك أكيد بإذن الله بعد المباراة نكون كذبانين يا رب بإذن الله رؤوف أجيلك يعني أكيد يعني مباراة صعبة جدا النهاردة مباراة جاية بعد يعني عدم توفيق كبير برضو أمبرح أنا مش عايز حط اللوم بشكل كبير على الحتة دي لها التحكيم وهو اهتزاز قرارات التحكيم مباراة للأسف طبعا أنتم عارفين أن طاكم التحكيم إماراتي حضراتكم قلنا مباراة في التحليل طبعا الحاكم الدولي حامد الروسي والحاكم الدولي محمد الدولة ولكن مباراة شفنا حاجة خطيرة جدا بتحصل أن الحاكم بيرجع في قراره وبرجع في قراره في أكثر من مرة وبيرجع في قراره بشكل يعني فيه كورة هو قال تاتش بلوك هي طلعت برة من نادي الأهلي من نادي زمالك وقال تاتش بلوك ولأ أنا مش بص عليها برة وبعد كده رجع استدعى حاكم الخط وتكلم معاه وبعد كده قرر أنه يعيد الموقع هي يا إما تاتش بلوك نقطة يا إما أوت يعني ما يفعش يعني هو حتى لما رجع في قراره وقال لك أهدا غلط بص أنا يعني 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 لعبت عشرين سنة كورة طايرة في قانون الكورة الطايرة إعادة الأجينبول أو إعادة الكورة ده لي أسباب معينة يعني أسباب مثلا ممكن أن الكورة دخلت من الأولاد اللي بيلموا الكورة الملعب غلط حصل حاجة غلط هو ده اللي بنعيد فيها الكورة في الفولي لكن في الفولي إن أنا فيه قرار مش واضح بالنسبة لك أحاكم أعيد الكورة أنا في الكلام ده أنا معرفش حتى قانونيته إيه يعني أنا أعتقد من الكلام ده مش قانوني يعني ما لوجه علاقة بقانون الكورة الطايرة فأنا فجئت جدا في مبارح الكورة الأولينية اللي حتاكم بتكلم عليها أنا كنت في الملعب كرة ميلة بكتير لأنها لا تبقى شططش. وكرة عودت صايد اللي حمد يوسط ضربها بره في الجيم الرابع. كرة دي ميلة جدا لأنها تبقى صالحنا. وحسبت أجين بول. ما عرفش ليه. وصدمت جدا من القرار بتاع الحكم. بعدها تاني في الجيم الخامس كرة برضو بتاعت رضا. بين أنا شايفها برضو في الملعب ميلة أكتر بكتير لأنها مش ططش. الكرة مش واضحة الوضوح اللي هي تخلي فيه حتى جدل. برضو بسبب الاعتراضات والكلام بقى وكرة بتتعاد تاني. فبصراحة يعني ده كان القرارين هو الإجمالي برضو عشو بقاس الظلم للحكم. الإجمالي بتاع المباراة. باستثناء الكرتين دول الحكم كان اعتبر بالنسبة لي كويس. ما كانش فيه القرارات. بس المشكلة أن القرارين دول كانوا في أوقات مؤسرة جدا. واحدة في نهاية الشرط الرابع واحدة في نهاية الشرط الخامس. اللي هو أهم في أوقات في المباراة. طبعا ما نقدرش نقول أن التحكيم ما كانش لي دول فهم. لا أكيد طبعا كان فيه دور سلبي في المباراة. طبعا. ولكن التحكيم جزء من الرياضة وأخطاءه جزء من الرياضة. أتمنى النهاردة طبعا التحكيم يعني يكون أفضل من القرارات حاسمة. إنه فيه باب تفتح جامد جدا النهاردة للإعتراضات. بالزبط. يعني الموضوع مش على قد مباراة مبارح. لا ده نحن النهاردة مباراة طبعا هتبقى عصيبة. والباب تفتح بشكل كبير قوي للاعتراضات من كلها الفرقين. والطلامة الحكم بيستجيب للضغوط بالشكل اللي شفناها مبارح. النهاردة أكيد هيستجيب للضغوط وإيه هيغيره. يا إما هيستقى على قرار ويبقى قرار غلط. فكلتا الحالتين هدخلنا في حتة ممكن تود المباراة لشكل أنت مش عارف. مش هيبقى فيها من نوع من أنواع العدل أو نوع من أنواع أنت مش عارف إيه اللي هيحصل. أنا ما هيخد قرارات معاكسة بدري. شفت أنا بقولك دي؟ بدري. بحيث أنه يبدأ يدي كارت هنا أو هنا بحيث أنه يخلي الموضوع مبارك. طبعا بس ده مش حل. الحل اللي أنت تدي لكل واحد حقه. طبعا. الفكرة بقى المشكلة أنه هيدي قرارات معاكسة. بس ده هيفتح الباب لسلم الاعتراضات. يعني بتهيئة لخليت كلمتي دي. هيحصل الاعتراضات لأن اللي حصل مبارك إدار سالة يا جماعة أنا بستجيب للضغوط أو بستجيب للأكد. هو النهاردة هيعكسه. نهاردة هيعكسه الحكام. الحكم اللي كان تحت هو اللي يطلع حكم الأول من العكس. ما هو برضو النفس الأزمة ليه؟ أنا فاهم حضرتك. نفس الأزمة ما هو الحكم الثاني في أوقات كتيرة جداً بيكون أهم من الحكم الأول. طبعا. الحكم الثاني بيكون أهم لأنه بيشايف كويس من الأول. حاجات كتيرة جداً. إن برح هو الحكم استدعى حكم يعني هو خد قرار بحكم الرايا. نعم. حكم الرايا نفسه كان يعني ما كانش عارف اللي تاتش على مين أو ما كانش عارف ما عندهش معلوم. هو شاور حيث إنه هو ياخد رد فعل. لما استدعاهم الاثنين هو حس من كلام اللي هو شاور اللي هو تاتش إنه هو لا هو مش واسق أصلاً هو قال تاتش على مين. فعشان كده عامل أجين بس قانوناً. إنت لو الحكم إنت شايف إن دولة مش شايفينها وإنت شايفها قوت. والتحت هو اللي قال لك تاتش ونفسك مش واسق فيه هي كرة الناحية التانية ما فيش أجين بود. خلاص لأن الكرة انتهت عايف لو الكرة دي هو صفر. مثلاً خطأ حاجة والكرة مستمرة هيحسب أجين بود. الكرة وقفت وضرعت قوت خلاص الحكم من الكرة الناحية التانية. في نقطة بردوك كابتن عيسن. دلوقتي إحنا شوفنا كلنا أشادنا بالمباراة الدوري. الفيديو تشالينج اللي كان معقول. يعني إحنا زي بذات فكرة الكرة. أنت دخلت الفار. إحنا كل جمهية للكرة دي تعودت على الفار. ما يبقى المباراة. أقول لك السابين من كسادة مشاهدين برضو معرفش. صالة مش مجهزة. صالة مش مجهزة. صالة مش مجهزة. الاتحاد عايز عملها. ولكن الصالة الوحيدة. الوحيدة في مصف. صالة حسن مصف. المجهزة. بالتشالينج. كرة طائرة. وإمكانياتها والأكويمينت وأماكن تثبيت الكاميرات. هي صارت الدكتور حسن مصف. فقط. وهي مجهولة دلاتي تضعها في بطولة الباسكت. رب عليك. وهي أصلا محجوزة لبطولة البال دي من حوالي سبعين ثلاثة. لأن البال حتى في بركيجي من بره مفروش. أو أرضية الملعب مفروشة من بره. مدرجات تتعاملت بشكل معين. فهم مكنوا يقدروا يلعبوها لها. فهي دي المشكلة. بس أرجع وأقول لك تاني. يعني. بس التراجع. أنا ما أعتردش أن يبقى فيه غلطات تحكيين. أنا فاهم. بس أعترد أن أنت تتراجع في القرار. طبعا. بتحت ضغوط الاعتراض. هي دي قراري. أنت مش معنا أن أنت عملتش مرة واحدة. عملت مرتين. فإذا ما قلت حدك فين؟ في وقت مهم وكريتك. والمفروض طبعا أن الاستخدام الكروط. الإنذار. الكروط الحمر. الحكم دي. دي الوسيلة اللي عند الحكم. دي ده ده. يستعمت في الوقت. احنا طول المطس شفنا كمية الاعتراض دي كلها. المطس مفروش اللي كارتة أصفر واحد. طبعا ده يعني. هتلاقي كارتة ده ممكن يكون طولها لحد ما اعتردش أصلا. يعني. يعني أصدق أقول لك إنه. لا هو لو كان استعمل كارتة أحمر أصدق يعني. وعزرق في نص الجيم. كان ممكن محدش يخاف يجي في آخر الجيم يعمل احتراض بشكلها. بالضبط. طيب. خليني استعرض مع حضراتكم جنة من أرض الملعب. تشكيل النادي الأهل النهاردة. يعني. احنا معنا طبعا التشكيل. ولكن احنا جايبينه. لايف من أرض الملعب. عشان نشوف مين اللي جوا ومين اللي برة. التشكيل كالقاتي. عبدالله عبدالسلام. كابتن الفريق. أحمد صلاح. عبدالرحمن سعودي. لويجي المحترف الإيطالي. عبدالرحمن الحسيني. محمد جمال عصران. حسام يوسف عبدالله سرور. أحمد قد. محمد عبد المحسن. حازم إيهاب أحمد عزب. والاتنين لبرو. معانا محمود رمضان. ويندر جانسيا. الجهاز الفني. كابتن محمد مصالحي ميدو. وتامر مجدي. كابتن تامر مجدي. كابتن محمود جمعة. الكابتن أحمد سعيد. طبعا محل الأداء. ودكتور سامح سلام. أخصائي العلاج الطبيعي. نروح للنادي الزمالك. التشكيل كالقاتي. طيب خلينا نقول تاني نادي الأهلي. طبعا عرضناها على الشاشة. عبدالله عبد السلام. أحمد صلاح. عبد الرحمن سعودي. لويجي. عبد الرحمن الحسيني. محمد جمال عصران. نروح للبعد كده. حسام يوسف. عبدالله سرور. أحمد قطب. محمد عبد المحسن. حازم إيهاب. أحمد عزب. يمكن حازم إيهاب ده. أول مرة النهاردة تحطف تشكيل. وعبدالله سرور. عبدالله سرور كان موجودين بارها. كان موجودين بارها. بس لا حازم إيهاب ما كانش موجود. طيب. كان شريف يوسف. طلعه ودخل مكانه حازم إيهاب. ده الاختلاف الوحيد. النهاردة عن مباراة اليوم عن أمس. في تشكيل طبعا النادي الأهلي. هنروح على تشكيل نادي الزمالك. من واقع الاسكورشيت. بأرض الملعب. نبتدي باللعبين. أحمد محمد فتحي. يسين محمد صانع العاب. محمد علي علي. محمد محمود إبراهيم. رشاد شبل. أحمد يوسف. سيف الدين حسن عابد. أحمد مجدي. رضا إبراهيم عبد النبي. مصطفى محمد إبراهيم. وفيه المحترف جنسان أقبال. تمام. وفيه محمد مصطفى كمال. والتنين لبرو شريف أحمد سعيد. ومحمد رضا عبد المجيد. والجاز الفني طبعا هيبقى كلقاتي. هيبقى أحمد مصطفى عبد المجيد. وليد عبد العال إسلام سعودي. هاني يوسف. هاني سامير يوسف. وعبد الرحمن عبد الرازق. ده طبعا كان تشكيل نادي الزمالك. لحظات وتنطلق المباراة. خلينا نطير لصالة. طبعا انتحاد الشرطة الرياضي. لنقل الأحداث المباراة. الأهل والزمالك في المباراة الثانية. لسلسلة مباراة نهاية كأس مصر. للكرة الطائرة رجال. موسم 22-23. ومعلقنا الدكتور مروان صالح. فإلى هناك. شكرا معلقنا الدكتور مروان صالح. إذا انتهت المباراة بعد مرث طويل. بفوز النادي الأهلي 3-2. مبروك النادي الأهلي. استطاع أن يعدل النتيجة واحد واحد. وتتبقى مباراة فيصل. يوم الأحد بإذن الله. وكل التوفيق للنادي الأهلي. لعبة كانت رجالة النهاردة. وتشبست بالمكسب حتى النهاية. برحب بضيوفي اللي نروانين في السوديو المرة التانية. كابتن عبداللطيف عثمان برحب بك. كابتن محمود رقوف برحب بك. أكيد عندك كابتن وشايف الأجندة مليانة كلام كتير. فضل جديد. ألف مبروك طبعاً فرقتنا رجالة. وشوفنا النهاردة المباراة طبعاً راحت وجهت كاسا مرة. بعيداً عن الفنيات يا كابتن هيسم. الواحد النهاردة مصد من منظر فرقة النادي الأهلي. الروح اللي موجود جواه الفرقة. الفرقة كلها عايزة تكسب. باين جداً. وده اللي بيجيب المكسب في الروح الجماعية وروح النادي الأهلي. دي أخو دايماً سلاح النادي الأهلي على مدار تاريخه. بنشوف الفرقة النهاردة احتاجنا في مواقف كتيرة حصلت جوا المباراة. إصابة عسران في الجيم الرابع. دي كانت إصابة مهمة جداً. يعني دي حاجة طبعاً. خرج خدحقاً ورجعاً. بالضبط. وسكنات. عسران اتصاب في الجيم الرابع. حسيني نزل حاول على قد ما يقدر. ما كانش موافق. رجع تاني عسران دخلنا الجيم. فالحاجات. نزل حسيني عمل كام سيرف كويس يعني. كله ساهم في المكسب. رغم الظروف السيئة اللي حصلت جوا المباراة. اللي هي اللي صابت عسران زي ما قلنا في الجيم الرابع. وعبدالله برضو يعني السليم. عبدالله برضو واضح إنه برضو بشتك من حاجة. بالضبط. ويتحمل على الإصابة. بواجهة عام طبعاً أنا شايف إن إحنا فنياً بقى من ناحية الفنية. كان عندنا الحمد لله النهاردة قوة السلاح الأساسي بتاع السيرف في النادي الأهلي رجع تاني. ضغطين بالسيرف طوال المباراة. إحنا يعني حتى الجيم التاني اللي ما كناش موفقين فيه ضغطين طول المباراة بالسيرف. أنا شاء الجيم التاني كان فيه بعض الأخطاء في الرسال زيارة عن اللزوم. ولكن واضح إنه نهاردة كان فيه تعليمات إن إحنا نزود الرزق في السيرف. السيرفينا لازم يروح بذات السيرفيات الموجهة الفلوتر. كتراحت مؤثرة جداً على السيبال الزمالك النهاردة اللي هو أنا شايفين إنه هو مهزوز السيبال الزمالك على مدار المباراة. ركبين معظم الجيم التالي اللي خدناها الجيم الأول والتالي اللي احنا عاملين خرق كويس جداً. الجيم الخامس الحمد لله عاملين فرق. ده هو بقى السلاح الأساسي اللي احنا دايماً بنعتمد عليه. سيرف موجه. سيرفات تقيلة. فيها رزق عالي من كل الفرقة. وحائط صد. إحنا شايفين نهاردة حائط صد في نادر أهلي. ما قيلش عن 15 حائط صد على مدار المباراة. على عكس مباراة الدوري اللي كان فيها حائط صد. يعني فيه من مباراة أنا فاكر المباراة تانية في الدوري كان فيها 3-4 حائط صد في المباراة. نهاردة انت عامل 15-15 حائط صد. بحي جداً جداً جداً. عسران. يعني أنا بقول دي شارة ميلاد لعسران النهاردة. في أوقات حساسة جداً. في الجيم الخامس وفي جيمات اللي هي الفست الجيم. كان فيه كؤر مؤثرة جداً جداً. وعسران أنا بقول دي شارة ميلاد لي. الولد يعني ما شاء الله فايتر. يعني فعلاً بتديله الكورة. وعبد الله النهاردة بتديله الكورة. أنت متطمن إن هو هيخلص لك الكورة هيشيلها. بالإضافة طبعاً لدور أحمد صلاح. أحمد صلاح يعني النهاردة. سكور أنا متأكد إن هو فوق العشرين خمسة وعشرين نقطة على مدارة المباراة. عمل لك ثبات في المستوى في السيرفات. النهاردة أنا شايف سيرفات أحمد موفقة. فيه كام سيرف طبعاً ضاعه بس ده عادي لأن فيه ريسك عالي. لازم يحصل. لكن أنا شايف إن أحمد صلاح النهاردة برضو دور مؤسس زي مبارح. مبارح جايب حاجة أكتر من ثلاثين نقطة. النهاردة جايب أكتر من خمسة وعشرين نقطة. ده دور مهم جداً أحمد بيلعبه دلاتي في الفرقة. هو دوره كالعيد كبير. لازم يشيل الفرقة. لازم يشيل زميله. وأنا شايف إن أحمد بيعمل الدور ده على أكمل وجه النهاردة. وعزة بالصراحة بالرغم إنه تم الدفع بي. ده مفاجئة الجيم الخانس. وإحنا متفقين برضو إنه حسيني ما كانش موفق في أول جيم. فكان اختيار العزب وهي كانت مخاطرة. بس أنا شايف إنها الحمد لله كانت مخاطرة محسوبة. يعني وعزة بقدم برضو شوط خامس سرائع. ولكن أنا بصراحة بحي يعني جداً عصران. وبحي كل عناصر الفرقة أحمد صلاح. عبدالله برضو موزع اللابي كويس جداً النهاردة. في سبات في الليبروهات. فأنا شايف إن شاء الله إن شاء الله النهاردة رجع فنية الفريق. رجع فنية الروح الفريق. النهاردة الفرقة شكلها النهاردة بفرقة عايزة تكسب. وده أم حاجة. وده أكيد هيكون يعني ده إن شاء الله فتح تخير ليوم الحد. إن شاء الله. بإذن الله لأنه عودة الروح دي كانت مهمة جداً. والقلق وعدم الثقة دي بتهالي النهاردة بدأت اللعبة تتخلص منها. كابتن عبداللطيف عندك برضو كتير تقول. آه يعني مفاعل مطش ده النهاردة لسه كنا متكلم في كتير قوي كلام يتقال. جزء فني وجزء برد غير فني. يعني الموضوع النهاردة كنت تحس إن لعيبة شايلة جبل. عايزة تخلص منه وعايزة تحس إنها عندها ثقة في نفسها. وأعتقد إن ده يعني المكسب كان مهم جداً 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 للثقة. الحاجة المهمة جداً اللي أنا شايفها إن الحاجات الإجابية اللي نهاردة إحنا شفناها في المطش. كبيرة زي ما كان رؤوف آية للروح. التغييرات اللي حصلت كتير جداً واللعيبة نزلت وقدت وكله عايز يلعب وكله عايز يكسب. دي كانت مهمة جداً. بس أنا بالنسبة لي الأهم النهاردة الشوت التاني ده. أنا شايف إن الشوت التاني ده كان يعني من الحاجات اللي لازم اللي عيبة تتفرج عليها كويس جداً. إزاي هما رجعوا فرقة الزمالك للمباراة. الشوت ده كان بدأ إحنا كنا تلاتة صفر. اتعدلنا خمسة خمسة. بعد كده فرقنا اتنين أو تلاتة بونت. رجعنا تاني عند النقطة تمانية. عند النقطة ستاشر فرقنا تاني ورجعناهم ودخلناهم. وده أنا شايف إن سببه إن إحنا كنا بنضيع إرسالات في وقت ما كانش ينفع في الإرسال. كان الهجوم عند نادي الزمالك ضعيف جداً. وهنا كنا بنديهم نقطة سهلة كتير. أنا شايف إن الشوت التاني ده مفتاح مكسب إن شاء الله للمطش الجاي. لو اللعبة ذكرته كويس وشافت نفسها فيه كويس جداً. ده أهم نقطة بالنسبة للمطش الجاي. هل لازم نفكر بلا إيه؟ إن إحنا محتاجينه للمطش الجاي. الشوت التاني ده أنا شايف إنه لازم يتفصل حتة حتة. إحنا إزاي رجعنا فرقة كنا ممكن نخلص المطش ورجعناها تاني للمطش. هل ده نتيجة أخطاء بتتكرر؟ هل نتيجة ده فقدان تركيز يعني برضو من وجهة نظرك كمحلل؟ يعني طبعا الجهاز الفني والمحلل كابتن أحمد سعيد المحلل التقني وكل الجهاز هيشتغل. بس من وجهة نظرك أنت بقى بعين مشاهد وعين يعني خبير كنت في الفرقة دي سنوات طويلة وشاهدت عصر زهبي إلى هذه الفرقة. شايف السبب إيه لفقدان التركيز مرة واحدة ده؟ السقة. اللعيبة فيه فقدان ثقة كبير جداً بعد الهزة اللي حصلت في الدوري. أنت كسبان سوبر وكسبان بطولة عربية والثقة بتاعتك أعلى حاجة. اتصدمت في مطشين الدوري خسرتهم ومبارح كمان خسرون فاللعيبة نفسها ده طبيعي. أي لعيب مهما كان مزتواق بيفقد ثقة في نفسه. فالتركيز بيقل هو عايز يخلص من الكورة أكتر ما هو مواسق إنه هو يجيب نقطة. ده بيحصل في أوقات لما اللعيب جوه المطش بيجيب نقطة واثنين وثلاثة بيقدر ثقته بتزيد. إنما في أوقات اللعيب مش مصدق طب أنا كسبان واحد صفر. وممكن خلاص بخلص التاني بس تتهز إن أنت ممكن تخسر ممكن خايف الإرسال يديع. بالثقة بتنزل؟ بالثقة بتنزل ده في قد اللي إحنا شفناه ده. طب ده هلاجوا إيه؟ هل ده دور اللعيبة الكبار؟ هل دور مش لعيبة واحدة؟ أنا برضو أنا مش ما بحبش دايما إن أنا أحمل اللعيبة كبيرة أقول له. لا 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 لا. يعني أنا أصدأ أقول إن ده دور الفرقة كلها بالظبط. فوق نفسك. أنا بقول لك حاجة لازم الفرقة تتفرج على اللي حصل في الشرط التاني. إزاي رجعنا فريق الزمالك للمطش. إحنا كنا ممكن نخلص لو فضلنا بنفس التركيز. الشرط التاني ده أنا شايفه إنه هو النهاردة اللي خلا جيب موصل اللي خلص أجيب. غير كده كنا نلمشي 3-0. بالظبط. كان ممكن يخلص المطش 3-0. إحنا فرقنا في الشرط التاني كبير. المواقف ده اتعرضنا ليه في المطش التاني للدوري. وهي ظل برضو كلمة دي أنا عايزة أتوقف. التحكيم في هزة جديدة. التحكيم بيرجع كتير في قراراته. التحكيم بيتردد حتى في قراره. بيرفع إيده شوية دي وبعد كده إيده شوية دي وبعد كده إيده شوية دي. ممكن النهاردة أهدى شوية من المواقف الدوري. الحاجة لوحدة اتفقنا لو تفتكر حدائكم اتفقنا عليها وإحنا متفرج على المطش. إنه بيرجع في قراره بسرعة. بسرعة. آه يعني آه الموضوع سريع واند الفعل سريع شوية. يعني هو بيرجع في قراره. بس المرات دي إنه بيرجع في قراره بسرعة شوية. بصراحة لازم برضو نحايل اللعيبة النهاردة يعني عسران وصلاح. يعني صلاح النهاردة ومشاء الله عليه مخلص أغلب الوقت هو اللي عامل التوازن في الفريق عسران في أوقات صعبة جدًا. بس انتوا بتلي حتة حلوة جدا كابتن وإحنا متفرج على المطش. النهاردة متوسط أعمار فئة الزمالك في الملعب؟ أعلى من الأهلي. دي معلومة؟ الكثير معرفها. أنا عندي خمس لعيبة في الزمالك فوق اللي 34 سنة في الملعب. قل لي بقى كمان. قل لي يا كابتن. أحمد يوسف 34 سنة. رشاد شبل 37 سنة. محمد مصطفى لعبة 35 سنة. ريدا هيكل 33 سنة. محمد ريدا تقريبًا 30 سنة. مع قرارين كبار. كله. نحن عندنا اللي فوق الثلاثين كانوا في الملعب. عبدالله صلاح بس. ايه النغمة بقى كابتن معلش. ايه النغمة يعني. وانا اسف في النقطة كمان. صلاح فوق الثلاثين. وعبدالله فوق الثلاثين. أداءهم عامل ازاي في الملعب. مية مية. زوالك النوم شباب. يبقى أنا بحسب على ايه. ما بحسبش على. يعني ما بكررش كلام وخلاص. متوسط أحب بكررش كلام. يعني احنا في نغمة ماشية يا كابتن أوف يا كابتن عبداللطيف. انه الفرقة والكبار. يا جماعة معنى يعقل الكلام الاول اللي بنقوله. انتاجية في الملعب. انتاجية. وكمان متوسط أعمار. اه طبعا. متوسط أعمار. ان هي بالبلعب فعلا. وده يا كابتن عيسم اللي حصل في المباراة التانية في الدوري. احنا كنا رجعنا للمباراة. وكنا ممكن نرجع المباراة. وفي الدوري كمان كان فيه ميزة احسن من الكاس. ان ماتش الدوري الفاصل كان هيبقى ثالث يوم على طول. كان ميزة ليكن. كان باين جدا نادي الأهلي وقف على رجله بدنيا. ولو كان مباراة الدوري التانية وفقنا فيها. ان شاء الله بنسبة بدا كنا. يعني ثالث يوم كان ممكن نعوض. المرة دي في الكاس الوضع مختلف. بكرة يوم راح في النص. فانت لازم تتوقع ان فيرت الزمالك هتبقى أعلى من النهاردة. يعني مثلا النهاردة مثلا اللعبة مش موفق. مش المستوى اللي قدمه. احمد يوسف نفس الكلام. رضا الى حد ما كان موفق النهاردة. لكن اعتقد ان فيرت الزمالك هتيجي في يوم الحد. هتبقى الوضع البدني هيبقى أفضل شوية من النهاردة. طبعا. فطبعا لازم نعملين حسابنا في اليوم ده. ولكن انا شايف النهاردة الأداء. باستعارة الرؤح اللي موجودة جواه الفريق. باللجوم الصغيرة اللي طلع. يعني انت عارف لو انا بنقول ايه. عايزين نسبة نفسه. محمد رضا لاعب نادي زمالك. وقع مرتين في الشوت الخامس. عشان يدي فرصة اللعبته تريح. طيب. مين الكبير هنا؟ في رقيتنا مشتكتش. فرقيتنا مشتكتش خالص. انا رافض تماما. رافض تماما. نغمت أصل اللعيبة أصله كبار. الكلام ده ملوش وجود. ولا غير في أحلام وعوهام. وقدر تكمل المتش. النهاردة فرقيتنا محدش وقع. عشان يدي فرصة لفرقيته وتاخد نفسها. إنما النهاردة الفرق المنافس بيقع لعب أو اتنين عشان يدي فرصة. يعني حد يقول إن صلاح لعب عشر جيم في خلال 24 ساعة؟ مين الكبير هنا؟ الكبير ببص البطاقته. حالتك إيه؟ حالتك الزهنية إيه؟ حالتك العصبية؟ معدلات الأعمار في الرياضة تغيرت. غير زمان. زمان كنا تلاتة وتلاتين أربعة وتلاتين يبدأ يقول لك اللعب كبير. دلوقتي في العالم كله معدل الأعمار. تسعة وتلاتين ده عادي جدا. وثمانية وتلاتين بنسمع حقا. لبرون جيمس أكبر لاعب كورة سلم في العالم وأعظم لاعب تسعة وتلاتين سنة دلوقتي. كذبان ام باي من سنة الفاتحة. يعني ونهاردة كنا بنتكلمة كابتن ويمطش بالليل النهاردة. الليكرز النهاردة مطش السادس. النهاردة لبرون يعني تسعة وتلاتين. يا جماعة يعني أنا بقد. بينعب تقريبا مية وتمانية مطش في السيزن. مش عايزين يعني يعني يبقى فيه نغمة. بس طبعا احنا ما بكراش إحنا حضراتكم ناس فنيين. ولكن أنا بزعل من النغمات اللي بتتقال دي. المهم يعني نرجع لمباراتنا. حضرتك شايف يا كابتر أبلاطيف إن احنا نهاردة قدينا مبارات كبيرة. طبعا. لو تدركنا الأخطاء البسيطة دي. إن الجيم يخلص ساتها سوف. الأخطاء دي مهمة جدا نركز عنها. مش هيخلص. بص أول حاجة حاجة. زي ما روف قال لك دلاتي عندك يوم راحة. في نية الزمالك أداءها هيتغير. وهيبقى ند قوي جدا مش هيسيب لك الموضوع بسهولة. لازم نقطتين. أخطأنا احنا الشخصية تقل. وتركزنا يفضل طول الوقت خصوصا في الآخر الجيم. يعني حتى لو الفرق اتنين لينا أو اتنين علينا. انت عندك فرصة أن انت ترجع. احنا مشكلة إن احنا أول ما الفرق بيقل. بنرمي الفوضة. أو بيحصل هزة لحدك بتقول عليك. بزبط ما هي بدي. بس في نقطة إيجابية جدا. يعني أنا شايف إن هي النهاردة بصراحة فرعت معنا جدا في المباراة. حتة الأخطاء اللي عبداللاطيف بيتكلم عليها. النهاردة لو نخد بالنا في المباراة كتير جدا كور. مثلا الاستبال مش مصبوط. كور بنسميها Auto System. يعني الكورة مش وصلة للمعد. لو بيطلع اللاعب مثلا بحق تصد فردي أو. دي بنسميها في الكورة الطائرة Auto System. كورة متعبلة. كورة متعبلة. يعني مش بش أرسل. النهاردة كتير جدا بنشوف مثلا أحمد صلاح بيحط الكورة بالراحة. وبعد كده بنلعب كور. عصران نفس الكلام بيحط الكورة باللهم. بنحدي نعب على التاتش. الحاجات دي مهمة جدا. مش رازع وخلاص. كان بيتميز بيها الزمالك في المباراة اللي فاتت. النهاردة إحنا اللي استغلنا الميزة دي. إن أنا مخسرش الكورة بسهولة. بسهولة. ما قديش الكورة للخصم. يعني إحنا نادي الزمالك ما أحطره مش شديد لكل اللعيبة اللي فيه. لكن ما عندوش اللعيبة اللي هو سوبر في الضرب اللي هو. يعني اللي كورة لو راحت له. مية في المية خاصة. مية في المية مثلا. مش دي القصة. فبالتالي لازم أدي نسبة للخطأ للخصم. طب كابتن إحنا قدامنا ديئتين إن شاء الله على الختام. عايز في تلاتين ثانية رسالة. من كابتن الفرئيس السابق واحد نجومه. للعيبة والجهز الفان. تلاتين ثانية. رسالتي في تلاتين ثانية سكوا في نفسكم. أنتو لعبة النادي الأهلي. أنتو يعني أنتو أبطال مصر. يعني بدون أي منافسة مع أي منافس ليك. يعني إلعابوا الروح الفانيلا اللي أنتو اللابسينها. روح النادي الأهلي اللي طول عمرها موجودة. أنا متأكد مفيش أي نادي في مصر. هي أضريبة قدام النادي الأهلي بإمكانياته بلعبته. سكوا في نفسكم. اللعاب بروح فريق واحد. ومع التصمير طبعاً للفنيات مع كابتن ميدو ومع الحالية الفنيات اللي احتفرق معنا أنا متأكد ما فيش أي فرقة في مصر تكسر فريق النادي الأهلي أشكرك يا كابتن نورتينو شرفتني كابتن بلطيف أنا نفسك لم أقوف بس النفسي تحلقه ككتلة واحدة ما فيش جهاز وفيه لعيبة ما فيش لعيب أساسي ولعيب احتياطي احنا كتلة واحدة فريق النادي الأهلي من هنا لحد المطش الجاي نتعامل ان احنا فريق النادي الأهلي النهاردة احنا شفنا أكتر من أربع أو خمس تغيرات وكان ليهم دور كبير جداً في المرأة مش مهم انت بدق بره أو بدق جوه مش مهم أي حاجة خلي عندك يقين انت يوم ما تنزل هتبقى مهم جداً النهاردة احمد عزب لعيب عنده واحد وعشرين سنة ينزل أو اتنين وعشرين سنة في الجيمي الخامس ويؤدي الأداء ده يبقى انت عندك واللي أنا عايز أقول للعيب زي احمد عزب انت تشافت رغم انت لعبت مش مدة كبيرة اتشافت دوره وحطت بصمتك بالذب فخليك دايماً على يقين واقف فره بتشجع في لئتك عشان يوم ما تنزل ربنا هتدي لك وعندك القدرة وربنا هتدي لك ان انت تبقى كبت ربطيب بشكرك شكراً جزيلاً شرفتين يا كبت المحمود رقوف صلى مرتين وشرفتين يا كباتين وان شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم نتمنى الفوز نادي الأهلي وديكت رسائل نجمنا اللي كانوا مع الفريق منذ عهد قريب وكانوا شاهد على عصر زهبي لهذا الفريق بشكركم شكراً جدياً أعزائي المشاهدين وإلى يوم الأحد اليوم المباراة الفاصلة بإذن الرحمن وجولة جديدة من جولات السوداء الأبطال